وفاء عبد الرحيم المصري تجنع ليه ده يا فندم أكيد كان مؤخه لاسع معقولة مؤجر خزنة بنك عشان يشيك فيها ورق الجواز عرفي واحدة وشنطة مالينا سديهات طيب ما كانش هالهم في خزنة بيته مع الورق العرفي التاني وسيدات التانية وفاء عبد الرحيم المصري اسم ده اسم ده بجارب علي وانا متعالي برضو يا باشا سمعت الاسم ده قبل كده في حاجتين مهمين جدا لفتين نظري تاريخ عقد الجواز العرفي ده من ثلاث سنين ونص تقريبا يعني ده أحدث عقد جواز عرفي في عقود الجواز العرفي اللي نهى في حوزة المرحومة تاني حاجة اللي ماضي على العقد ده مدير أعماله إهاب ما هو يا باشا كان ماضي على ثلاث عقود كشاهب من العقود العرف الخامسة اللي نهى هم في خزنة بيته انا عارف يا ممدوح اشمع العقد ده بالذات اللي حطه في بنك وقافل عليه تطلع مين دي؟ تمام سيدتك فاندم ليه الأخبار يا سترائد؟ مفاجأة فاندم مستحالة كانت تخطر على بال حد في الدنيا خير يا محمد السبع وعشرين سيدي يا فاندم اللي كانوا في الشنطة لوحدها مع المجني عليه في قط النوم من الواضح إنه كان متجواز عرفي وهي صاحبة العقد العرفي اللي قدام حضرتك ودي صور لها من عس ديها اللا لا 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 يا امن shop وللو Law يا أمن London هاين يا أمشه دي؟ أنا الآن أبل هتجلم للئلع من الكلام اللي مكتوف في الجرايد؟ لا لا اعملي معروف انا مش شايف اي داعي للتوتر ده الموضوع اول ما نزل في الجرائد وانا متتبعه كويس اوي هما لو كان ولاء وحاجة تخصنا كان زماننا دلوقتي تفسين وجيم انا بأكدلك ان احنا بعيد خامس كل اللي انا عايزه منك دلوقتي انك تعيش حياتك بشكل طبيعي ومن بكرة تنزلي الشغل ايوه مع سلامة دي اسماء الوافد المرافق لما عليك في مؤتمر اسبانيا وجدول العمال والمفروض نسافر المؤتمر ده امت بعد بكرة الصبح يا فاندم وفاعلات المؤتمر هتبسع ستة مساء في نفس اليوم هو مؤتمر مهم وممكن لو نفذنا الاستراتيجية الجديدة نعمل اتفاقيات وبروتوكولات من خلال المؤتمر تساين في التحقيق الطفرة السياحية اللي بنخطط لها مظبوط يا فاندم خصوصا يكون حاضر المؤتمر اهم مكلاء سياحة في العالم كله طيب بعد اجتماع مجرين عموم الادارات اعمل اجتماع مع اعداء الوافد عايزه كل واحد يسافر وعارف مهمته ايه بالضبط موسيقى 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 موسيقى